أستاذ أنك نبدأ بالتساؤل النهوان دي خاتبت دي تقدمتها لحضرتك البوتشيا أو البوتشيا مش كل الناس سمعت حتى المصطلح لابد كده فلو فيه برضو مجال نعرفه للمشاهدين البوتشيا دي لعبة لمرضى الشلل الدماغي شديد الأعاقة وكمان العاقات الحركية الشديدة بيبقى فيه دمور شامل في العضلات بيبقى قعد على كرسي المتحرك لازم الأربع أطراف يكون فيهم تأثير لو قلنا أن كل المعاقين بيمسوا كل الرياضات بس فيه لعبتين المعاقين بيمرسوهم وما بيمرسوهم مش الأسوياء هم اللعبتين دول كرة الجرس للمكفوفين وكرة البوتشيا دي لأن هي معمولة مخصيصا لهم هم المفهود أن هم يلعبوا كرة من غير ما يلمسوها لا بأديهم ولا رجليهم لا لا هي الكورة البوتشيا دي عبارة عن مجموعة من الكور مصنوعة من الجلد ومحطوط فيها مادة بتعمل وزنها 275 جرام وبتتمسك في الإيد عبارة عن 13 كورة فيه كورة البيضة اسمها الجاك وفيه 6 كور حمرة و 6 كور زرق بتتلعب يا إما فردي لعبي لعب لعب أو بتتلعب زوجي 2 بيلعبوا 2 أو فرق 3 أو 3 في ملعب طوله 12 متر ونصف 6 متر فيه جزء مخصص سندوق رمي كل واحد ليه صندوق رمي بيبقى بيلعب فيه فيه 6 سندوق رمي بيوقف اللاعب مثلا لو فردي بنقف مربع تلاتة واربعة وبنبتدي نلعب كورة الجاك الأول اللي هي البيضة اللي مصنوع من نفس الخامات وبيبتدي يرميها عشان تعدي خط الفيه بعد كده بيصوب اللاعبة بقى هنا ابتدت بقى اللعبة الممارسة بقى والتركيز ك gemeente بقى اللاعب يقدر يصوب على الكرة ويقرب كورته من الجاك بيبتدي يلعب الخامرة بيقربها من الجاك وبعد كده يبتدي الكرة اللاعب الآخر يلعب كرة الزرق الحكم بيبص يرى أنه كرة أقرب للجاك بال��ور اللي حمره أقرب الأول هو اللي يلعب فكل واحد معه 6 كور استراتيجية اللاعب بقى كيف أقرب كوري من الجاك وأبعد كوري للخص هي ما فيهاش يعني إحنا عايزين نفهم الحركة ما فيهاش تعب أو يعني هي سهلة وهم بيبقوا عرفين الرولز بس في نفس الوقت مفيش مجهود يعني وفقا للحالة اللي هم فيها تسمح لتها بالزرطة هي متصنفة أربع تصنيفات طبية يعني فيه تصنيف بسي وان ده بيكون شلل دماغي بس ضعف العضلات اللي في إيده ويخليه يرمي الكرة لازم كمان ليه مساعد عشان يديله الكرة ما عندهش المقدر أنه يمسك الكرة فهو بيمرجح إيده وبيزق الكرة طب مش قادر يمرجح إيده ممكن يشوت الكرة برجله تمام كده فيه بعد كده الأقوى يعني اللي يقدر يرمي الكرة أقوى ده بسيتو بيكون برضو شلل دماغي وبيقدر يرمي الكرة لمسافة أبعد وده بيعتمد على نفسه بدون أي مساعد